السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي في قناة نور البيان لتفسير الأحلام والعلم الروحاني إذا عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد أصدقاء نور البيان هنقدم ليكم اليوم فيديو صغير لكن مفيد جدا ووصفة جديدة لأول مرة على يوتيوب فيديو النهاردة هيكون إزاي أخذ حقي من الظالم بحفنة ملح أصدقائي من يوم خلق الدنيا والدنيا فيها ظالم وفيها مظلوم ومن عفى وأصلح فأجره على الله ولكن إن لم أستطع العفو وكان صعب على نفس تحمله وحبيت أخذ حقي من اللي ظلمني أعمل إيه؟ بحفنة ملح واحدة هنتعلم مع بعض إزاي ناخد حقنا من اللي ظلمنا سواء كان الظلم ده ظلم مادي يعني الظالم ده أخذ مني فلوس أو مش عايز يردي لي ورس أو أي حاجة زي كده أو كان الظلم ده ظلم معنوي مثلا الظلم ده ألف حقي كلام مش تمام مش كويس أو افترى عليك كزب أو شهد شهادة زور وما أكثر أصحاب النفوس المريضة في هذه الأيام هنعرف مع بعض الطريقة أولا لازم أن أجهز طاسة ألمونيوم وحفنة ملح واحدة وقطعة قماش بيضة صغيرة في حجم المنديل أول حاجة أولع المتجاز أهد النار جدا وأحط عليه الطاسة الألمونيوم وأحط في الطاسة دي حوالي معلقة واحدة من الملح الملح الحجري الملح الخشن يا جماعة بقلب الملح على النار بالمعلقة وأنا بكرر حزبي الله ونعم الوكيل بكررها 51 مرة لو أنا عارفة اسم الظالم أقول حزبي الله ونعم الوكيل في فلان ابن فلانة لو مش عارفة اسم الظالم أحاول أجمع صرطه في خيالي أو في ذكرتي كل ده والملح على النار بيتحمص أو بيسخن وأنا بقلبه بعد كده هجيب قطعة القماش وأحط الملح فيها وأربطها على شكل سرة حط الملح يا جماعة اللي أنا سخنته على النار في حتة القماش الزغيرة دي وأربطها على شكل سرة صغيرة هاخد السرة الزغيرة دي وارميها في مية جرية ماء جاري يعني ماء طهر امتى هرميها بعد صلاة العصر مباشرة الطريقة دي ممكن أعملها في أي وقت في أي ساعة ملهاش وقت معين ملهاش وقت محدد أبدا لكن إذا عملتها يوم الخميس أو يوم اللي اتنين كان أفضل أفضل وقت ليها يوم الخميس أو يوم الاتنين طب مش متيسر يوم الخميس أو يوم الاتنين في أي وقت ملهاش وقت محدد لكن شرطها بعد صلاة العصر أرمي السرة اللي فيها الملح في مية جرية ومية طهر الوصفة دي يا بنات قوية جدا بفضل الله لأخذ حق المظلوم من الظالم أنا شخصيا جربتها ياريت ما نعملهاش لغير الظالم لأنها قوية جدا بعد ما هننفذ الوصفة دي خلال أيام قليلة بفضل الله هنشوف الظالم ده وهو بيتدمر نفسيا ومعنويا بفضل الله وقوة الله اللي جرب الوصفة ياريت يترك تعليق ويقول لنا فيه إيه اللي حصل معاه ويحكي تجربته علشان غيره يستفاد لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد